لماذا صمم يسوع المسيح أن يعلن نفسه في الأسبوع الأخير؟ لماذا اختار أن يدخل أورشليم في توقيت معين قبل الفصح؟ لماذا ركب على جحش بن آتان؟ ولماذا سمح للجماهير أن تنادي أوصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب؟ ابقوا معي أحبائي من أورشليم رح أتكلم عن دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم ومثل ما شايفين وراي جبل الزيتون رح نروح لجبل الزيتون نستكمل حديثنا هناك من جبل الزيتون في مدينة أورشليم القدس رح أتكلم عن دخول المسيح الظافر دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم القدس وهذا الحدث مهم جدا في الرزنامة المسيحية لأنه بتعين المعاد المهم من حياة الأسبوع الأخير من حياة يسوع المسيح ما نسميه الأسبوع الأخير أو أسبوع الألام وهذا الأسبوع لم يكن مجرد عشوائيا أو تلقائيا لكن في ترتيب الله الأزل أن يكون المسيح حمل الله وأن يكون فصحنا في ملء الزمان أن هذا الشيء كان في إرادة الله منذ الأزل جاء المسيح تجسد عاش بيننا وصنع المعجزات وعندما كان في الجليل عدة مرات تنبأ عن الهدف من مجيئه أنه سيذهب إلى أورشليم يسلم إلى رؤساء الكهنة وأنه يسلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم ابتدى بهذه النبوة في قيسرية فليبوس في الشمال لدرجة بوتروس أراد أن ينتهر المسيح لكن قال له المسيح ابعد عني يا شيطان الغرض كله هو هذا الأسبوع فجاء المسيح لتتميم وتحقيق النبوات تطلعات الناس إلى الخلاص لكي يكون الحمل الكامل يسوع أجى من الجليل مع موكب كبير من الأحباء والنساء اللواتي كنا يخدمنه من أموالهن وأيضا جماهير التي لمست النعمة الإلهية من شفاءات ومن بركات الرب منحها لهؤلاء الناس وفعلا كلهن أجوا وهذا الأسبوع يعتبر أسبوع خاص أيام الفصح فعلى كل ذكر يهودي أن يأتي ثلاث مرات في السنة في الأعياد اليهودية والفصح يعتبر أهم عيد فكان بيكون أعداد كبيرة مئات الآلاف وكلها مخيمة حول أورشاليم ليحتفلوا بالفصح ويقدموا خروف الفصح كان خاص لكن المسيح يقول ثبت وجهه نحو أورشاليم حان الوقت لتتميم النبوات حان الوقت أن يدخل أورشاليم كملك حان الوقت أن يكون متميز كالنبي الذي تنبأ عنه موسى حان الوقت أن يكون له غيرة أبيه بيت الله ككاهن حان الوقت أن يكون قاضي لكي فعلا يطهر الهيكل من الفساد ومن الخطيئة فهذا يعتبر حدث مهم جدا دخول المسيح الظافر جاء المسيح وطلب من تلمزين أن يشوفوا جحش بن آتان وطلب منهم قال قولوا الرب محتاج وفعلا نشوف مش بس سلطانه وقدرة الفائقة معرفته التام وعلمه الصابق الكامل فعلا راحوا وشافوا بالتدقيق ما قال يسوع المسيح والمسيح ركب على جحش بن آتان وابتدأت الرحلة ابتدأ الموكب من بيت فاجي شرقي جبل الزيتون بجانب بيت عنية طبعا صعودا إلى رأس الجبل جبل الزيتون وبينزلوا من هذا الجبل نزولا في جبل الزيتون في الموكب خلي بالك الناس مخيمة في كل المنطقة والناس عم بتهتف وعم بتنشد ليسوع المسيح مباركون الآتي باسم الرب أوصنا لابن داود مباركون الآتي باسم الرب والجماهير ابتدأت تحمل صعف النخيل وأخصان الزيتون وابتدأت تفرش ثيابها على الأرض احتراما لهذا الملك الموقر الملك الداخل إلى مدينته إلى هيكله هذه الأحداث أحبائي كلها كانت مسبقة فدخل المسيح واليوم في طريق يسمى طريق أحد الصعف نزولا إلى وادي قدرون صعودا إلى أورشاليم وبيدخل عادة من البوابئ الشرقية إلى الهيكل وطبعا حتى يقضي الأسبوع الأخير والأحداث الأخيرة في أورشاليم القدس ترجمة نانسي قنقر